ايه بقى الشخصيات اللي انت بتحب يتمثليها او اللي نفسك تتمثليها? اه انا هنستيقى بيعمل دور شر. شر? حاجة مركبة يعني. علشان اه عايزة حاجة يعني لانه الطيبين وكده عايدي يعني انا مش شريرة في الطبيعة يفطفة طيبة بحاسة انا بعملها حاجة قريبة مني برضو. اه. عايزة من حاجة بقى مختلفة عني تماما. تعمل شر مع بابا في فيلم المسلسل واحد ولا? لا اه احنا قريتي بنشتغل مع بعض. شوفت بخاف منه. بخاف منه بجد. بس هوا شطر قوي ما شاء الله. شهد احمد زاهر الفنان الجميل رأيك ايه بقى في الفنانة المبدعة اللي معنا النهاردة دي شايفها ازاي? ازاي يا حضرتك? وممستي على كل النجوم الشباب السعيدة اللي مع حضرتك اللي عب ونجوم المستقبل بازن الله. والله انا شهدتي مجروحة فيها يا ركتور انت فاهم اكيد يعني بس اه انا صراحة فخور بيها جدا. اه وانا كمان. هي ممتازة. موهوبة يا احمد او. ايه موهوبة. انت عندك العائلة كلها فنية يا احمد ما شاء الله. الجيناحة يعني طغية في العائلة كلها. الحمد لله والشكر. لا والله هي اشتغلت على نفسها وتعبت. اه يعني مش المفروض ان انا اقول كده يعني علشان هي بنتي طبعا شهدتي مكروحة فيها. بس بصراحة يعني بسطيتني اوي يعني. هي واخدة منك ايه يا حاجة تقريبا. واخدة مني المعايشة. اه. ان هي بتعيش جوه شخصية وبتعرف تستحضر حالة. اه. دي 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 نزم مش عند كل الموسلين بصراحة. يعني ممكن اعرف اعدي وعمل المطلوب مني. بس من غير ما اكون انا مصدق وعايش جوه. اه. لا هي واخدة مني الحتة دي. ان انا ببقى جوه الشخصية ما بعرفش اخرج منها. فهي واخدة مني الحتة دي ممكن اكتر من ليلة. اه. بس كل واحدة فيهم هي. كل واحدة فيهم موهوبة من من منطقة. اه. يعني فهم الليلة موهوبة مثلا اه 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 في خفة الدم واللزازة والادوار اللي فيها خفة الدم وفيها نزار وضحك وكده. ملك بتحب تعايش قوي. اه. بتحب تخش جوه الموت. اه. فكل واحدة اه نكحة في منطقة. تخصها يعني. انا بيهنيك عليها وبقولك مبروك اه يعني احنا دايما بنهنيك على كل الامال الحلوة اللي انت بتعملها او اه بناتك الجمال بيعملوها. لكن الحقيقة السنة دي مالك عاملة شوه الجميل بيهنيك وقولك. جدا جدا. سلم على المدام. اه. ودايما كده الناس اللي معنوك والخير ان شاء الله. مرسيه جدا جدا. كبير احمد زيل شكرا جزيلا.